لكن هذه الحلقة تلك أبرز عنوينها مقالي ومقاله الكتب على عدم التربة الغربال المنشطات وعلاقات الكبار وبعدمة لسانه صفقات على طريق البطولات والشموع الحمراء مصطفى بيك أمين وأسرار الملك عن سعيد جيرمن وأخيرا مجلاتنا من أربعين سنة طيب النهاردة الأهل استأنف تدريباته بعد يومين أجازة من فترة طويلة مستر مارسل كولر مداشي الفريق يومين راحة أخدهم مبارح وأول مبارح وبدأ النهاردة التمرين الصبح التمرين كان مهم جدا وكان مختلف عن بقية الأيام لأنه فيه وجوه جديدة طبعا طاهر محمد طاهر اللي راجع من الإصابة الحمد لله شارك في التمرين لكن كمان مع طاهر ظهر النجمين الجديدين أو النجمان الجديدان محمد الضاوي كريستو النجم التونسي نجم الأهل الجديد وأيضا خلد عبد الفتاح الظاهير الأيمن القادم من سموحة مبروك يعني مبروك بحكم الروتين لكن مبروك الموضوعية بعد ما يبقى له مدور المتوقعينه بإذن الله وما زال الأمر مستمر يعني شايفين من بيرسيتو كمان في تدريبات التأهيل في ختامه يمكن لمس كرة على خفيف ما يبشر أنه إن شاء الله ما قدموش فترة طويلة وينجع للفرق إن شاء الله نفسي ربنا يحفظ الإصابات بقى آه يعني نتمنى من الله يعدي شهر كده الشهر جاي مهم جدا في حاجات كتير يا أستاذ برايم الفريق بيواصل تدريباته بكرة وبعده استعدادا لمباراة الخميس اللي هتبقى مع المصري في استاد الجيش في برج العرب في الأسبوع الثلاثة عشر للدوري مستر كولر هيواصل التدريب ويختار بناء على تمرينة الأربع إن شاء الله آه ده جانب من التمرين النهاردة حيختتم بيه التدريبات على الأربع بإذن الله يدخل المعسكر في الإسكندرية للمبيد بيها ليلة المباراة بشمان نكمن نتوفيق في زي أنا قلت لك الشهر الجاي ده لحد نص شهر فبراير حيحدد ملامح حاجات كتير جدا لو لا الوفق في إنه يستكمل سلسلة انتصاراته يبقى بإذن الله نطمئن على الموسم بإذن الله طيب النادي الآن لتلقى الإختار من الاتحاد الدولي لكرة القدم من إدارة المسابقات بخصوص قائمة الفريق لبطولة كأس العالم إن شاء الله للأنديال اللي حتكون في المغرب أول فبراير واحد فبراير الآن اللي هيواجه فيها أوكلاند سيتي إن شاء الله إدارة المسابقات بالفيفا بتبلغ النادي إنه بيتم قيد 35 لاعب يجب بينهم أربع حراس مرمى بيتسجلوا على سيستم الفيفا بحلول النهاردة النهاردة 9 يناير النادي بيسجل 35 لاعب يجب تأكيد القائمة المؤقتة لللاعبين من قبل الاتحاد العضو يعني الاتحاد المصري برسالة بريد إلكتروني يوم 13 يناير يعني كمان يوم 13 يناير الاتحاد المصري يبعت إيميل للاتحاد الدولي يعمل كونفيرم أو تأكيد على قائمة الآلي لأن العناصر المتسجلة فيها معتمدة مسجلة في قائمة النادي في الاتحاد طبعا تقديم القائمة النهائية هيبقى فيها 23 لاعب دي هتبقى إمتى هتبقى 30 يناير يعني أنت بتسجل للأول 35 هتختار منهم 23 لاعب في موعد غياته 30 يناير قبل البطولة على طول بيوم حتى الآن قائمة الأهل فيها مين فيها الشناوي وعلو لطفي طبعا عندك مصطفى شبير وحمزة علاء في خط دول الناشئين بقية العناصر اللي موجودة طبعا موجودة الأساسي بالإضافة الكبار حيتم قيدهم محمد هاني ومحمد عبد منعم وآيمن أشرف وياسر إبراهيم ورمي ربيع ومحمود متولي ومحمد مغربي وعلي معلول والقاليو ديانج والسولية وحمد فاتح وحسين الشاحات وطاهر وبرستاو وقفشا وسافيو وأحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح ومحمد شريف وشاد حسين وفيه تحت السن مصطفى سعد وحمزة علاء ومحمد أشرف ورقفة خليل وميدو نبيل وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو دول تحت السن الباب هيفضل مفتوح لضم أي صفقات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة وطبعا المهندس عدلي أكيد مش هقدر لا أنوشه ولا عكسه ولا أقول له هيجي مين ولا هيروح مين طبعا هو دلوقتي عامل إنه مش سمعني خالص يعني بيكتف بالألم وأول ما تيجي سيرة السفقات ومين اللي جاي يطلع من بينها ويبعد عن هو عارف كل حاجة بس مش رادي يقول لك لا طبعا أنا بص يا صدر إبراهيم الخبر والحدث يحدث عندما يحدث صحيح